الله أكبر، الله أكبر أنت بخلقه له على فعل ورغم أن الناس تعرف خالد صلاح الصحفي والإعلامي لكن محدش يعرف كتير عن حياته الشخصية فدلوقتي هنعرفكم أكتر عنه بدأ خالد حياته كصحفي في جريدة العربي سنة 1993 وكتب كتير من المقالات في أشهر الجرائد المصرية وكبرت شعبيته مع رئاسته لتحرير جورنال اليوم السابع وكمان موقعه الإلكتروني واللي من أكبر مواقع الأخبار وقدم خالد صلاح كتير من البرامج التلفزيونية زي برنامج محاور على قناة المحور سنة 2002 أما بالنسبة لحياته الشخصية خالد صلاح متجوز من الإعلامية شريهان أبو الحسن مقدمة برنامج ست الحسن وهي الزوجته التانية وأم ابنه أدهم وزوجته الأولى هي الكاتبة الصحفية مجدا إبراهيم وانفصلوا عن بعض من فترة طويلة وهي أم ولاده عمر وفيروز وفي مفجأة غير متوقعة ظهرت الإعلامية شريهان أبو الحسن في برنامجها وهي بتوعد الجمهور أنها تتكلم عن تجربتها كزوجة تانية لخالد صلاح فترة من الوقت قبل ما ينفصل عن زوجته الأولى مجدا إبراهيم واستنى الجمهور الحلقة جدا لكن وقت العرض اعتذرت وقالت أن خالد صلاح رفض الفكرة ومحبش أنها تتكلم عن الموضوع ده وقصة حب خالد صلاح وشرهان أبو الحسن حكاها في برامج كتير أولهم برنامج شيخ الحارة مع بسنى وهبة لما عرضوا صورتها على الشاشة وقال حب الوحيد ودعوة أمي ليا وظهروا في لقاء مع بعض وحكت شرهان أن خالد صلاح زوج غيور جدا جدا وأنه بيتفرج عليها وهو في المكتب الحلقة أشوفها لبسة إيه بتاعم العرب الموجود في الجورنال بس طبعا مش هيقدر ينتبه قوي للصور ولو شافها لبسة أي حاجة مش عجباه قالت بالضبط يومي بيبقى أسود ده غير أنها قالت أنه زوج مش ديمقراطي خالص ولا يعرف يعني إيه ديمقراطية أصلا وفي حفلة خطوبة فيروز بنت الإعلامي خالد صلاح من زوجته الأولى شفنا شرهان أبو الحسن وكأنها أم العروسة وبتهتم جدا بفيروز وتفاصيلها وبتساعدهم في حفل الخطوبة وحكت شرهان أن هي كمان بتغير عليه جدا خصوصا لو بيتعامل مع بنت حلوة حلوة شوية؟ طبعا هتدايل وشفناهم في لقاءات كتير وهم بيحكوا عن كواليس لطيفة بينهم وبين بعض وخالد بيحكي قد إيه هي صبورة عليه وفي وقت الخلافات بتكون لطيفة وبتعرف تحتوي عصبيته وإن أهله دايما بيقولوله شرهان مخلوقة لي الله أكبر الله أكبر أنت مخلوقة له على فكرة وبيخافوا عليهم من الحسد اللي اتنين بيقدمونا نموذج راقي وشيك للعلاقة بين أي زوجين وفعلا دي النمازج اللي لازم نتأثر بيهم ونحطوهم قدوة لنا ونبعد عن اللي بنشوفه اليمين دول على السوشيال ميديا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تتابعونا على نجوم الفن عشان يوصل لكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر